وحول التوجيه السامي لجلالة السلطان المعظم بإطلاق صندوق عمان المستقبل ينضم معنا في الستوديو المحلل الاقتصادي الدكتور يوسف بن حمد البلوشي دكتور بداية إنشاء أو التوجيه السامي بإنشاء هذا الصندوق صندوق عمان المستقبل وبرأس مال يبلغ ملياري ريال عماني كيف سينعكس إنشاء هذا الصندوق على استثمار واقتصاد المستقبل وكذلك ما أهمية هذا الصندوق بكل تأكيد أن هذا الصندوق تم إقراره في مرحلة مهمة وهو مطلب ملح لتشغيل وتحريك قاطرات الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية في السلطنة يعني الكل يعلم أنه دول الخليج كافة بما فيها السلطنة تعاني من فجوة استثمارية كبيرة تحتاجها لتوفير التمويل المطلوب للفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في دول الخليج وفي السلطنة بشكل خاص ليستطيع الاقتصاد الانتقال من الاقتصاد معتمد على سلعة ناظبة إلى اقتصاد يعتمد على قطاعات مختلفة وبالتالي يعني الكل يتفق أنه بدون استثمار لن يكون هناك إنتاج ولن يكون هناك تصنيع وبدون الإنتاج والتصنيع لن تكون هناك وظائف وبالتالي إقرار الصندوق يعني هذا دفع وتحفيز مباشر للاقتصاد العماني والأهم من ذلك أنه بدون الاستثمار لن يكون هناك إنتاج ولن يكون هناك تصنيع ولن يكون هناك تصدير وهو المطلب المهم كذلك للحصول على العملة الأجنبية التي نحتاجها في عمان يعني بشكل مختصر إقرار الصندوق سيدفع في تعزيز القاعدة الانتاجية في القطاعات غير النفطية لأنه يستهدف بشكل خاص القطاعات غير النفطية كذلك سيساعد على زيادة مساهمة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية لشركاتنا العمانية وكذلك الشركات الأجنبية والدخول في شراكة الأهم أنه سيوسع الحيز المالي للحكومة الحكومة كذلك ممكن أن تحصل على إرادات من هذا الصندوق في المستقبل إذن ما هي القطاعات المستهدفة غير القطاع النفطي في هذا الصندوق معظم القطاعات التي تتمتع فيها السلطنة بميزة نسبية مستهدفة في هذا الصندوق وحقيقة كما ذكرت هو مطلب ملح لتحريك هذه القطاعات الكل يتطلع إلى فعل أنه نبدأ في قطاعاتنا قطاع التعدين من ضمن هذه القطاعات قطاع التكنولوجيا قطاع كذلك الثروة السمكية كذلك الاستثمار الجريء والموجه إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة برأيك لماذا تم التركيز على هذه القطاعات تحديداً؟ لأن عمان تمتلك فيها ميزة نسبية كبيرة كل هذه القطاعات تم تحديدها سلفاً أن لدينا ميزة نسبية في هذه القطاعات وتملك قدرات أكبر لتحقيق التنويع الاقتصادي المستهدف وتحقيق النمو المستدام للسلطنة الكل يأمل أن إقرار هذا الصندوق سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الإجنبية إذن المحلل الاقتصادي الدكتور يوسف بن حمد البلوشي شكراً جزيلاً لك شكراً